الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد مع دخول السيف وفي الفترة الأخيرة الكلام عن فيروس كورونا قل ولكن القلق موجود عند الناس في جميع أنحاء العالم إلى أين وصل فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وهل ستستمر سلالته لمزيد من التفاصيل تابعونا في تغطيتنا على موقع صدى البلد ظهور المتحورات الجديدة بتزيد بالرغم من نقص أعداد الإصابات والوفيات والنصايح والإجراءات الاحترازية زي ما هي مفيش أي تغيير فيها وده بسبب أنه ما زالت بعض الدول تعاني من نظرة اللقاحات حتى الآن ولا يزال العالم عاجزا عن التوصل إلى لقاح أو عقار للعلاج من الفيروس في نفس الوقت حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور XE الجديد من أوميكرون وهو نوع أكتر قابلية للانتقال من أي سلالة سابقة من كورونا وقالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إن قلت أعداد الإصابات والحديث عن فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط من شغال البلاد بالأزمة الأوكرانية ولكن بدخول فصل السيف من كل عام تقل أعداد الإصابات بفيروس كورونا وثم تعود في زيادة مرة تانية خلال فصل الشتاء وأكدت كمان أن العالم يشهد قلة في إصابات فيروس كورونا وإجراءات السفر الآن تسير دون قيود مع تقليل جميع الأجراءات الاحترازية وأصبحت تظهر بس في المناطق المزدحمة والمواصلات العامة وأصبحت المواطنين تكتفي بالتطعمات ومازالت تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذ للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تدعيات انتشار الفيروس وكان المعدل اليوم لتطعمات منذ بداية شهر رمضان الكريم يتروح بين 100 إلى 150 ألف جرعة يوميا وجار الاستمرار في إجراءات الجرعة التانية وخاصة خلال الشهر الكريم لكثرة الازدحام والتجمعات به ومازالت تقوم الفرق المتنقلة بالقيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى مراكز التطعيم السبتة وطبعاً هيتم توريد سيارات الإسعاف اللي هتعمل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم استقبال 400 سيارة من أصل ألف سيارة يتم توريدها من دولة ألمانيا وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة أعلنت الصين عن تسجيل مستوى قياسي من الإصابات بكوفيد-19 وتم تخطي 20 ألف أغلبهم من جنغهاي حيث يتم التحضير للإفتتاح مستشفى ميداني ضخم يتسع لـ 40 ألف سرير وكانت السين حلث رسدت فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في نهاية 2019 وقد تمكنت حتى مارس 2021 من احتواء الجائحة إلى حد كبير بواسطة تدابير شديدة الصرامة معتمدة في السياق ما يعرف باستراتيجية تأسف كوفيد وبكده تكون انتهت تغطيتنا بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة